أعلنت جماعة الحوثي أنها نفذت عمليتين عسكريتين في خليج عدن وإيلات وأوضح المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع استهداف السفينة الإسرائيلية يونيفيك في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة كما تم استهداف مواقع عسكرية في إيلات بطائرات مسيرة كشفت وسائل إعلام عراقية عن افتتاح مكتب لميليشيا الحوثي في بغداد لتنسيق علاقات التعاون بين الحوثيين والحشر الشعبي بإشراف من الحرس الثوري الإيراني تأتي هذه الخطوة بعد أن كشف عبد الملك الحوثي أوائل مايو الماضي عن غرفة عمليات مشتركة لأذرع إيران في المنطقة ومنذ مطلع يونيو الماضي أعلنت ميليشيا الحوثي عن تنفيذ هجمات مشتركة مع فصائل الحشد الشعبي العراقية لاستهداف الملاحة في البحر الأبيض وفي ميناء حيفا بطائرات بدون طيار المصادر أكدت أن الحوثيين يتلقون تمويلا شبه ثابت من فصائل الحشد العراقية عبر الهبات والتبرعات التي تديرها كتائب حزب الله كما تشير المعلومات إلى أن الفصائل المسلحة وجماعات الحوثي تستخدم معسكرا في صحراء كربلاء للتدريبات تم استحداثها منتصف عام 2021 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر